في واحدة من التغريدات حول هذا الموضوع بعيداً يعني أنا جرس أن أقول لك ما دار في هذه التغريدة وبتعليقك عليها بعيداً عن أني قاعد أبحث عن مرشحين في تالي الليل مرشح يملك ملف تعريفي بملهلات وخبرات قوية جداً لكن للأسف ما راح أتواصل معه للشاغل المتوفر بعدين سأل وش تتوقعون السبب هو يريد تفاعل من الناس وش لاحظت من أخطأ وين الأخطأ أول شي في هذا هو وعد الطرف الآخر بوظيفة شاغراء وهذا أحيانا بعض الأشخاص يستغيل هذه المساحات تجزئة المتابعين عندما يظهر أن هذا الشخص أمام الآخرين أنه هو شخص يقوم بمساعدة الآخرين فمن ثم تبدأ العدد المتابعين للحساب الاستهدافات تجارية مستقبلياً مثلاً يستخدم الحساب في إعلانات تجارية وعائد ما ديله فأصبح ربما موضوع التوظيف لكثير من المختصين في الموارد البشرية وحتى غير المختصين الموارد البشرية هو الأمر الرئيسي لحسابه أصبح الكل يعلن عن وظائف لا نعلم مستقية هذه الوظائف هل هي وظائف صحيحة أو وظائف وهمية ولكن الهدف منها أنه أنا أزيد زيادة المتابعين عندي ربما هو لا يعلم أي شيء من التوظيف من ناحية المهارات التوظيف والمقابلات الشخصية أو أيضاً لا ينتمي لعالم الموارد البشرية لماذا لا نأخذ من جانب ثاني أنه في جانب توعوي الناس تشارك بفعلية لمعرفة الخطأ في السي في مثلاً خاصة عنده وبالتالي يحسن من طريقة كتابته من طريقة تقديمه للوظيفة والأمور الأخرى المتعلقة بهذه الجوانب وهذا الذي أذكرنا في الجوانب الإيجابية في هذه المساحات وجود مرشدين مهنيين مختصين وذوق كفاءة عالية يقدمون نصائح طيبة للمرشح من ناحية كتابة تفسير الذاتية من ناحية طريقة التعامل في مقابلة الشخصية تحديد المسار المهني لهذا الشخص فهذه الأمور تكون إيجابية للمرشح لكن ربما أحيانا بعض الشخص يكون غير مؤهل في تقديم هذه النصائح لأن هذه النصائح أستاذ خالد تجعل المرشح يتجه إلى طريق معين مثلا تحديد الميون المهنية غير الميون اللي هو يمكن ينظر لها أو مثلا بتقديم معنويات أن هذا التخص الذي تحمله لا توجد وظائف شاغرة ممكن أن هناك وظائف شاغرة لكن طريقة البحث عن وظيفة تختلف من شخص إلى آخر هناك وظائف شاغرة لأن ننسى أن كثير من الوظائف لا تعلن في السوشال ميديا فبناء العلاقات والأمور هذه كلها ستفتح لك وظائف شاغرة كثير المرشح دائما ينظر إلى السوشال ميديا أقرب مصدر للتوظيفة وأسرع يرى أن هناك مصدر أو مكان لإعلان الوظائف يدخل مباشرة ويستستغل من قبل بعض الأشخاص لا أقول من كل الأشخاص بعض الأشخاص أن حاجة المرشح للوظيفة نستغله من ناحية الأمور المادي والأمور الأخرى التي غير مرضوث فيها شكرا لك شكرا لك